موسيقى اشتهرت بأدوار المرأة الأرستقراطية عاشت محتفظة بروح الشباب وخفة الدم وصدقناها في كل حالتها مش ممكن أبداً ننساها واحنا في برنامجنا يحكى أن روحنا بيتها الجميل نحتفل بعيد الأم مع بنتها ونحيي ذكرى هاني الفن المصري البرانساس رجائل جدام أولاً الله يرحمها سعيدة قويلة أنا معاكم النهاردة لأن الحمد لله إن الجمهورها زي ما حيك قلت هي مش أم لي أنا بس هي اكشفت إنها أم لكل مصر أو للوطن العربي يعني حتى أنا صدفة إن الفترة اللي فاتت كت في دولة عربية هي كت في دبي وكل اللي يشوفني يقولوا لي أنت بنت ماما رجاء فكلمة ماما رجاء دي كان بتساعدني قوي لأن متأكداً اللي حاسس إنها أمه أكيد بيترحم عليها والباقي سرتها الحلوة اللي أنا عايشة بيها وإحنا النهاردة متجمعين عشانها فالحمد لله يا رب سعيدة قوي عيد الأم بالنسبة لي معاها كان بيبقى دايماً احتفالات هي كانت بالنسبة لي مكرمة دائماً يعني كل يوم كنت عارفة قيمتها ولكن طبعاً عيد الأم زي أي بيت كنا بنحتفل وعادة العيلة كلها تتيجي ما بين كله لدخلتي وعماتي ونتجمع كلنا كله يعيد عليها فكانت أم لنا كلنا فالبيت كان فيه دفء وحنان تحس إنها أم الكل فكان دايماً بيبقى مليان بحسها عايزة أقولك إن أنا اللي كنت دايماً بشتري لمامي كمان اللبس يعني هي بتديني الفلوس وأنا المسؤولة عن اختيارات فكان لما يجي بقى عيد الأم كانت بقى عارفة إيه هي جات بالزبط ويبدأوا كل العيلة تتكلم وكل واحد يقول لي ها أنا جيب إيه السنة دي عايزة إيه ونبدأ ننصق بحيث إن الهداية تبقى متكاملة من العيلة كلها ولما تاخدها يبقى مثلاً طقم كامل متكامل على بعضه سات أو ويعني كنا بنحاول نسعدها بس رد الفعل بقى كانت تقول لي أولاية تتكلفتوا نفسوكوا ما عندوش تعملوا كده ما ترقوش نفسوكوا بالهداية أنا بس وجودكوا حوالي كده بالدنيا أنا كان بيبقى رد فعلها ويه تروح متديني للولاد الصغارين في العيلة تقول لهم روحوا جيبوا لماماتكوا الهداية ما أنه بيبقوا جايبين بس تروح متديني لولاد الأحفاد بقى كلهم اللي هو بسم بنتي دي حفادتها الحقيقية وكانت بتعتبر كل الولاد بقى بتوع العيلة أحفادها برضو كانت تقول لهم روحوا انتوا كمان جيبوا لمامي الهداية كانت عندها عطاء رهيب هي كان بتقدر أي حاجة بتجيلها أي شيء بيجيلها وبعدين عمر ما كانت مامي بتحب الشيء الغالي تمنا كانت بتحب اللايق لها سواء في اللبس سواء حتى في الأكساسوريز أو كده لا تقتني الدهب والمجاهرات تحب الأكسسورات تقول لي بروح لوكايشن وبتاعه ما بقى الشيء لهم الحاجة وكله المهم الواحد يلبس الحاجة إزاي فكانت بالنسبة لها لاختيارات سهلة ولكن تبقى أنيقة وشبهة فالله يرحمها الفنانة رجائي جداوي لما بشوفها أنا بقيمها كممثلة في الأدوار اللي كنت بتعملها فكنت دايما هي بتسميني النقضة اللازعة عشان كنت بشوف هل عملت الشخصية صح ولا غلط فأنا كنت بحب بكل أدوارها ولو في حاجة مش معجبتنيش لي يعني تعليق عليها كنت بقولها بأدب شديد لأن مش أنا اللي هقيم عمل مامي لأن مامي كانت فعلا فنانة كبيرة ستين سنة من العطاء أو أكتر فتاريخ حافل قبلت ودربت ووجهت وصعبات فظيعة إنها توصل للإسم اللي هي ثابته اندهارت تقوس رمضان مختلفة تماما مبدئيا هي كانت بتحب الخير وده مش هندخل نخوت فيه يعني ولكن من أول نصف شعبان كل سنة وحيك طيب لغاية رمضان كان بيبقى فيه تقوس السعادة الغير بالطريقة اللي بتناسب السنة أول رمضان كان بيبقى دايما الصحور ليلة رمضان العيلة بتتجمع عندنا العيلة ده بيبقى مثلا بنتكلم في 30 نفر بنبقى متجمعين كلنا لازم اللي هو البيت الكبير في حين ان فيه أكبر سنة من مامي ولكن هي دايما كانت بتحب البيت وكان دايما تقول أميرة وحيدة أو يعني بنت وحيدة فعايزة لما ما مشي تبقى العيلة كلها نسيج واحد معاها وهو ده فعلا اللي مامي عملته ونجحت شي جدا فكان بيبقى الصحور أول يوم رمضان بنبقى كلنا متجمعين برضو كعيلة بنفتر كلنا مع بعض دايما فيه عندنا بخور ده كان بابي ده تقوس بقى بابي لازم مع دان المغرب البخور وحد يلف بالطمر البيت اللي يتعم برمضان بنحب كانت مامي وبابي يعملوا تقوس قوية للبيت شكل للبيت الحمد لله بحاول بالوقت أطبقها زي ما ما كانوا بالضبط بيعملوها الصالة كان بيبقى دايما الفجر جماعة والمغرب بيبقى جماعة اللي هو دايما يا فطار يا الصحور ده دايما اللي أكيد بيبقى في جماعة ساعات العيشة كنا بنصلي جماعة برضو لأنه بتبقى الناس برضو موجودة ولكن تقوس قوية عندنا كان بتحب تقرأ قوي في المصحف يمكن بابي كان بينافسها أكتر بابي كان ممكن بيختم سبع مرات الله يرحمه وكده فكان بينافسها جيدا فهي لما توصل لمرتين ثلاثة يفضلوا بقى يتنقروا مع بعض انت زي وانت عملت زي يقول لها وانا قلتلك انا قاعد للمصحف بس انا بروح شغلي وباجي برضو أقرأ شدي انت حيلك انت شو عارف عملتك ويفضلوا يبقوا في تنافس في رمضان أيام حلوة وذكريات حلوة سبتها لي وسبتها الليلة كلها بيتنا كان هي عارفت تعمل بيت متجانسية وبابي يطلع كل اللي بيدخله يبقى سعيد وشخصيات سوية كانت بتقدس الصداقة جدا بتحترمها طبعا في الواسط الفني معروف أحز أصدقائها ولا يرحمها طعم دلال وطبعا طنطنيرفت دول المقربين ولكن في بقى زي طنطنبي العبيد حبيبتها بولبولة في عندك هلا صدقي وطبعا الإعلامية بوسي شالبي فعندك أسامي كتير من الواسط الفني كانت دايما برضو تحس إن هي بيجتمعوا في الخير ما بتتأخرش عن فعل الخير اللي بيربطهم دايما كان إن هما تسيجي نروح نزور فلانا عيان يروح فلانا ما توفى تعين روحا يعني ما تتأخرش في الحاجات دي ممكن الفرح لو معزومة فرح رجلها تبقى تقيلة شوي مش عايزة تروح كده كانت قولي الحزن والعاية الإنسان محتاج إن حد يكون جنب ويوسيه ويطبطب عليه يعني فكانت سباقة دايما في الخير وفي السعي اللي الخير مش هتلاقي ذكرة ومحناش كلنا فيها يعني إما نيجي مثلا شام النسين تلاقينا كلنا مسافرين في بيتنا في فايت ومسلا تبنى دور أكسترا علشان الكل داي بقى موجود علشان كلنا نبقى موجودين ده كان بابي مسلا يقولك لأ كله يبقى مع أميرة فاتعامى البيت كبير كده علشان البيت يبقى لامم الكل وكأن الكل ولادهم فكانوا بيتمتعوا بدا الحمد لله الحمد لله أنا بقى اللي بجني سمار حبهم للناس وبجني سمار برهم للعيلة أنا النهاردة اللي بتلقاه حب وعطف واتمام ورعاية كده أنا النهاردة روحت اشتريت كوسترس كده مكتوب عليها العيلة رزق ففعلا العيلة رزق ويمكن أكبر رزق ممكن الإنسان يرزق بيه هو العيلة الله يرحمها وحشتني أصعب شيء فقدان الأم أو الأب والأم أي غادي تدي بيروح الله يرحمها هي عايشة معانا بسرتها بالمجهود وتعبها في أنها تبقى توصل رسالة رسالتك وصلت يا أمي للكل وأنا شايفة ده نجحتي بجدارة أنك تبي أم للكل يعني تحصلي على احترام وتقدير الدنيا الحمد لله عايشة في سرتك الحلوة وبسرتك الحلوة فأنتي على طول معايا كل سنة وأنتي موجودة معانا بسرتك الطيبة وسرتك الجميلة وبحب الناس لكي وربنا يديم نعمة حب الناس عليك نعمة يا أمي الله الرحمن شكرا شكرا